السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم بطلب من حضرتك توضح المفروء ان المفروض ان الزوج هو اللي يصرف على علاج زوجته لو مريضة وهي لا تعمل وليس لها اي مصدر داخل ولكن والدتي بقى لها شهر مريضة ووالدي مش بيصرف عليها في كسف الدكاترة والعلاج او ده بقى الحاجة اللي بتقلمني انتو طبعا عارفين انها بشتقف في مسألة يعني ليه اهتمام بمسألة الارشاد الزواجي وكده انا عايز اقول لكم ان انا في مؤشر خطر في حياتنا اللي احنا عايشين فيها دي ايه الخطر اللي احنا فيه ده الخطر اللي احنا فيه ده هو ان الحياة الزوجية بقى فيها مشكلة كبيرة ايه المشكلة كبيرة ان بقت المسألة مسألة حسابية انا حتى مش بقول مسألة مادية مسألة حسابية هو انا عامل ايه فيعود علي بايه وبقت حتى مش مسألة حقوق واجبات دي مسألة أنا هاخد قد إيه من اللي أنا عامله فباقية الحياة الزوجية حياة مليئة بالوجع حياة خشنة كل ما بنعمل تصرف كل ما بنجرح كل ما بنتوجع حياة مفهاش وجعل بينكم مودة ورحمة حياة مفهاش ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها مفهاش كده صدقوني مفهاش كده مفهاش هذه السكينة مفهاش هذه الرحمة مفهاش هذه المواد مفهاش ولا تنسوا الفضل بينكم ليه ده كل علاقة ده بالسؤال هو ده عين السؤال هو ده عين السؤال النكاية في الزوجة والتنكيد عليها ويلمها ويوجعها عشان إيه افرد يا سيدي ما تتلكش حقك تعمل فيها كده ولا تنسوا الفضل بينكم هي دي واستوصوا بالنساء خيرة هل دي وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل هو أجب عليه بقى أنه ينفق على أهلاجها؟ ليه؟ اتفق الفقهاء على إيه؟ على أن الزوجة ليها الكسوة والمطعم والمسكن والطعام على فكرة تلات حاجات القوت وما يصلح القوت والإيه؟ والعلاج كمان من الإيه؟ والتفقه والعلاج كمان من الطعام يعني إيه؟ يعني إذا كان هو واجب عليه المطعم هيبقى واجب عليه العلاج بس هي المسألة مسألة هو واجب عليه ولا لأ؟ هي مسألة الشهامة والنبل إحنا عايزين نأسس للزواج النبيل في حاجة اسمها النبل في الزواج يا سادة أنا شايف أن الشخص اللي بيمتنع عن أنه هو يدفع تمن علاج مراته وهو قادر على ده هذا شخص غير نبيل النبل يقتضي أن شريك حياتي لما يحتاج حاجة أول إيه بدي تمدله هو أنا ليه؟ لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيتي هي لا مؤخذة لو في حاجة بتبقى محتاجة شرب من أول حد بيروح لها الراعي إحنا لو كنا الأرض ما ينفعش نجففها وبعدين يقول لها إحنا ما بتطرحيش ليه هي ما بتطرحش حنية ومتطرحش ود لأن انت جففتها وبورتها اتقوا الله في نسائكم ما ينفعش إن الواحد يقول والله طب أنا أعمل ده ليه إذا كنت أنا ما بكسبش حاجة أنت في جواز الزواج ده وتنعمى من ربنا قائمة على الفضل فلابد إن انت تكون من أهل الفضل إذا ما كانتش الأمر كذلك يبقى أنت مش فاهم معنى الجواز والدليل على ذلك شوف بقى اللي حصل بقى بنتك كمان زعلانة جدا والكلام ده هاتع يسبب لها ألم وترومة هتتسبب بعد كده في إن هي ممكن تمتنع عن الجواز أو إنها هتحس إن هي مش في حالتها الطبيعية أو إنها هتحس إن هي للأسف 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 مش في حالة مش في أمان فتحس إن الجواز كله شيء بيضيع الحياة وشيء كمان مخيف لو أنت عايز ده فاسمع كلام حضرت النبي إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول يا سادة خلينا في أمان وأمنوا أهلكم وأولادكم لأن إحنا لو ما أمناش أهلنا وأولادنا الحقيقة إحنا بنضيع وبنضيع إحنا بنهلك وبنهلك وعشان كده بالله عليكم رجعوا المواد والرحمة ورجعوا الفضل بينكم عشان نقدر نعيش حياتنا في أمان وننجو من كل هذه الفتن الوقت ما بقاش مستحمل إن إحنا نحط بعض الفتن جديدة خلي قلوبكم مليانة بنور إن الله طيب ولا يقبله إلا طيبة طيبوا قلوبكم وطيبوا قلوب اللي بتعيشوا معه يا سادة نحن النهاردة تكلمنا على حديث من أجل أحاديث رسول الله إحنا سمينا الحديث حديث تثبيت الحقائق اللي تكلم على كيف إن العبد يكون مع الله سبحانه وتعالى وفي أمان الله إزاي يحفظ مولاه سبحانه وتعالى وإزاي يكون في أمان مولاه وإزاي يحس بقرب ربنا منه وإنه هو دايما بياخد بأيديه وهو أقرب إليه من إنه يطلبه وإزاي يستمر في الحياة ويسير في أنوار ومدد الله عشان يدوء حلاوة السير إلى الله وإزاي ما يخفش على رزق وما يحزنش على اللي فات ساعتها هيبقى أنوار القلب مليئة وتفيض وتخلي حياتنا كلها حياة وصل بالله سبحانه وتعالى يا رب ما سكين محتاجين وصلك وكرمك وفضلك فوصلنا يا رب اللهم وصلا ليس بعده خطيعة وعطاء ليس بعده منع اللهم إنا نسألك نورا لقلوبنا وشفاءا لصدورنا وطمأنينة ويقينا بأنك يا مولانا سندنا وممددنا وسعادتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين